جمانة تقوى استسأل عن حكم حمل الرضيع و في حفاظتي جل لكم الله النجاسة أثناء الصلاة أولا حمل الصبي من حيث الأصل في الصلاة لا يضر خاصة إذا دعت الحاجة لذلك و قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصري كان يحمل بنت بنته بأمامه بنت أبي العاص بنت بنته زينب كان يحملها إذا قام فإذا سجد و ضعها فهذا يدل على أن حمل الصبي في الصلاة من حيث الأصل أنه لا بأس به لكن هذا إذا كان يعلم بأنه لا يحمل نجاسة إذا كان مصلي يعلم بأن هذا الصبي لا يحمل نجاسة أو كان جاهلا لا يدري عن شيء فحمل هذا الصبي أما إذا تيقن بأن هذا الصبي يحمل نجاسة فليس له أن يحمله في الصلاة لأنه حينئذ يكون قد تعمد حمل النجاسة في الصلاة لكن إذا كان لا يعلم أو كان يعرف بأن هذا الصبي أنه لا يحمل نجاسة و دعت الحاجة لحمله في الصلاة فلا بأس بعض النساء مثلا يكون عندها طفل رضيع و يبكي وتريد أن تصلي هنا لا بأس أن تصلي و المهم تتأكد من نظافة هذا الصبي أنه لا يحمل نجاسة لا بأس أن تحمله في الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فحمل الصبي خاصة إذا دعت إليه الحاجة لا يؤثر على صحات الصلاة لكن بعد التأكد من كون هذا الصبي لا يحمل النجاسة